حياة قداسة البابا مليانة بالأسرار ولا يمكن كان لها حظ وبركة كبيرة من ربنا ما استهلهاش إن أنا كنت مع قداسة البابا في آخر ثلاث سنين من عمره كنت قريب جدا له طبعا أبائي كتير جدا أبائي كلهم عاشوا مع البابا سنين وسنين وعرفوا عن البابا أكتر مني ومن غيري بكثير لكن أتكلم على الجزء اللي عرفته وعيشته مع قداسة البابا واللي لمسته فيه كابن له قداسة البابا إنسان كان في قمة البساطة وقمة النقاء وقمة العلم وقمة القوة حقيقة بلا أي مجاملة احنا تربينا هنا على اللي اسمعناه من نيافة أنبا سروان عن قداسة البابا وعن ذكرياته معاه وكل ما نقترب من سيدنا البابا شنودة الثالث اتمتع بيه وكل ما نقترب من البابا شنودة الثالث اتعلم منه الكتير والكتير فهو كان فعلا مدرسة في كل شيء كان يخجل الإنسان حتى بتصرفاته فكان إنسان كل ما في البساطة كل ما في النسق أفتكر سيدنا نيافة أنبا سروان دايما كان يقول لنا ما ينفعش نتكلم عن فضيلة في قداسة البابا فقداسة البابا شنودة الثالث ده عدة فضائل وهو إنسان مليان بالفضائل صعب إنك تتكلم عن فضيلة واحدة في البابا شنودة وتسهب فيها دون أن تذكر فضائل تانية كتير معاه لكن لو خدنا وأنا بقول عن حاجة عشتها مع قداسة البابا وكنت قريب منه فيها وأشهد وأشهد بها فعلا كان قداسة البابا قد إيه فعلا إنسان زاهد إنسان ناسك إنسان طيب إنسان نقي في أكله في لبسه في سكنه في كل شيء فمثلا في ملبسه كان ممكن يلبس جلبية لعدة أيام لأيام كتير لكن كان مثلا ما يجي يأكل يحافظ على إن يكون فيه فوطة ينظف لو فيه حاجة عليها أو حاجة علشان يظهر قدام الناس دايما محافظ على جلال ردبة رئيس الكهنة كنا نشوفه في الأعياد في قابها صوره في قابها صوره ما من مرة طلب إن هو يلبس حاجة معينة أو يختار حاجة معينة أو أي شيء فكان إنسان فعلا زاهد في الدنيا بمعنى الكلمة وبسيط بمعنى الكلمة فهذا الإنسان كان قمة في العطاء كان يدي كل شيء وأي شيء كان يدي مقتناته الخاصة لبسه سلبانه كل شيء ما من أحد طلب من هذا الإنسان أي طلب ورده أبدا أبدا والكل يشهد بكده تلاقي كتير جدا أبا يقول لك الصليب ده أنا أخده من قدست البابا الحاجة دي أنا أخده من قدست البابا العصائي دي أنا أخده من قدست البابا قدست البابا كان قمة في العطاء وده نبع من إنه جواء إنسان راهب لا يتمسك بشيء عنده القدرة على إنه يتخلى عن أي شيء يقتنيه في أي وقت ما كانش حد يتخيل إن قدست البابا بظروفه الصحية دي فأكله كان قمة في البساطة أكله كان قليل جدا 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 لدرجة واحد كان يستغرب الراجل ده عايش إزاي إيه اللي بيديله الكوة دي كلمة شكرا دي ما كانتش تفارق لسانه كلمة لو سمحت رغم إن هذا الإنسان يعني الكل يتمنى كان إنه هو بس يقوله على حاجة يعني المكان اللي إحنا فيه هنا ده على كبره ده وعلى عظمته دي كم من الزكريات يحكيها الأباء عنه وملهاش حصل كان قدست البابا كان يحكونا قدست البابا يبقى واقف في كل حاجة وهي بتتعمل يشوف كل حاجة بنفسه يعني أنا أفتكر لما دخلت الدير وكانت ابونك كاتدرائية ابتدى الكبيرة كان قدست البابا إسبوعيا يكون موجود عند الكاتدرائية ويتابع كل حاجة فيها بنفسه بنفسه كان يبقى واقف على كل حاجة ومع ذلك كان يسيب لي كل اللي حواليه حرية الشغل جدا فكان إنسان قائد بمعنى الكلمة كان قائد فعلا يكون هو صاحب فعلا القرار الأول والأخير لكن ما كانش يلزمك أبدا بشيء أنت ما تحبش أنك أنت تعمله حاجات كتير كنا نقول له سيدنا تحب نعمل إيه في كذا أو كذا قوله زي ما تشوفه زي ما تحبه حقيقي بجد مش بلا أي مجاملة وبلا أي مبلغة ويشهد بدأ كل الأباء فهو كان إنسان قمة في كل شيء فعلا نشوف ونسمع مثلا أنه سيدنا له صور هو بيزرع الشجر ده بإيده اللي في الطرق دي كلها عشان كده كان سيدنا يحب جدا جدا أنه يحتفظ بكل شجرة موجودة ما كانش يحب أبدا يشيل أي واحدة منه مهما كان لو حتى حاجة هتميل أو حاجة كنا نزبطها لكن ما نشلهاش لأن كل شجرة في المكان ده لها ذكرى معها كل حاجة في المكان كل جزء في المكان ده لها ذكرى عند قداسة البابا فالمكان ده إن كان ارتبط بإسم قداسة البابا شنودة إن هو اللي عمر فيه وهو اللي بدأه هو اللي أنشأ القلاة دي من أول السبعينات منذ توليل الكرسي الباباوي وبعد كده ابتدى في إنشاء المقر واحدة واحدة لغاية ما وصل للشكل العظيم اللي احنا شايفينه ده فإن كان ارتبط ده بإسم قداسة البابا شنودة الثالث فارتبط أيضا بإسم نيفت الحبر الجليل أمرا سربونيا وissance للشكل العظيم كنم كنم